ولتسليط الضوء أكثر على الأوضاع في دير الزور معنا من مدينة غازي عنتاب التركية صهيب الجابر الصحفي في شبكة فرات بوستة مرحبا بك سيد صهيب قوات قصد وقوات النظام تتقدمان في دير الزور هل باتت نهاية تنظيم الدولة وشيكة في المدينة؟ نعم بداية تحكية لكم والسادة المتابعي قناة حلب اليوم والرحمة والقبول لشهداء دير الزور وشهداء سوريا بالعموم كانت هذه كما ذكرتم وتفضلتم التقدمات هي من قبل ميليشيات قصد وأيضا من قوات نظامه وميليشياته الطائفية بشكل مستمر في دير الزور طيلة الأيام الماضية سجل تقدم في الريف الغربي مؤخرا في قرية عياش للنظام وأيضا سجل تقدم لميليشيات قصد من ناحية الطريق الخرافي الذي ينتهي عند جسر السياسي عند مدخل دير الزور الشمالي التقدم يبدو أنه قد بدأ بالانتهاء من ناحية الضفة الشمالية لنهر الفرات بعد الاستهداف الأخير الذي تم عن طريق طائرات روسية على مواقع ميليشيات قصد يبدو أن التوافق قد وقف إلى هذا الحد ولكن بالمقابل نجد أن مقاتلو تنظيم داعش قد سهلوا مهمة كل من الطرفين بتراجعهم وانسحابهم من مناطق استراتيجية مهمة بالعودة للحديث عن ما ذكرتموه عن تقدم النظام في منطقة الجفرة بالأساس لم يكن هناك مساحات واسعة يستطر عليها لا التنظيم ولا النظام في هذه المنطقة كان هناك عشر نقاط مركزية على جرف نهر الفرات هذا التقدم يعتبر فقط في هذه النقطة التي لا توجد أصلا ولا ترى على الخريطة ولكن النظام دائما يحاول أن يبين أنه ينتصر ويتقدم ويحقق انتصارات وتقدما استراتيجيا ولكن الحقيقة هي أن مقاتلو تنظيم داعش ينسحبون ويقدمون له هذه الأراضي على طبق من ذهب طيب سيد صحيب هل تعتقد أن الاشتباك أو احتمالية الاشتباك بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام لا تزال قائمة أم أن التفاهمات ستبقى سائدة حتى مرحلة أخرى وماذا عن الأمريكان؟ حتى اللحظة ما يبدو أو يظهر في ساحة المعركة بشكل عام في ديرزور هو أن هذه التوافقات وهذه الخريطة المرعبة لتقاسم النفوذ في ديرزور قد بدأت أو شارفت على الانتهاء عند حد ما وصلت إليه هذه التوافقات ويتوقع أن يكون الفراغ الذي هو موجود حاليا في المنطقة الشرقية من ديرزور يتوقع أن يدخل على الخط فصيل من أبناء المنطقة سواء كان من ميليشيات قسد أو تابع لميليشيات قسد لشرعنتها أو محاولة شرعنتها أمام المجتمع الدولي أو من الممكن أن يكون فصيل من المقاتلين من الجيش السوري الحر المقاتلين في البادية الجنوبية نود التنويه أن هذه الأيام هي أيام كارثية بالنسبة لأهالي ديرزور دائما وباستمرار تصلنا عن باء عن مجازر ترتكب في ظل هذه التقدمات والتوافقات الدولية التي يكون المدنيون رحيتها دائما وصلتنا عن باء عن مجزرة ارتكبت البارحة في البوليل بالمعبر المائي أيضا الذي يعبر منه المدنيون الفاروم من المنطقة هذه المرة الثالثة التي يتم السداف هذا المعبر أيضا وصلتنا عن باء عن مجزرة في منطقة محقان رحض حياتها 12 مدنيا أيضا بقصف الطيران الحربي من مدينة غازي عنتابة تركيا الصحفي صهيبة الجابر شكرا جزيلا لك شكرا لكم